شهدت الواقهة المائية بشاط القرمسة اليوم لانطلاقة الرسمية لرالي عمان صحار الدولي الذي تحتضن منافساته محافظة مسقط وقنوب الباطنة خلال فترة من الثاني للرابع من ديسمبر القاري ويمثل احدى قولات بطولة الشرق الاوسط للراليات القولة الختامية والتي تشهد منافساتها مشاركة تسعة عشر متسابقا من سلطنة عمان وخارجها وقد سعت سلطنة عمان ممثلة بالجمعية العمانية للسيارات لانهاء كافة الترتيبات التي تخص البطولة وفقا لأعلى المعايير الدولية المتبعة في رياضة المحركات والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات لتنظيم واستضافة القولة والتي ستجرى منافساتها على اثنتين عشرة مرحلة موزعة بالتساوي بين محافظتي مسقط وقنوب الباطنة بواقع ثلاث مراحل في كل محافظة معادة مرتين موسيقى موسيقى